سيلا تورك أوغلو التي تلفت الانتباه إلى نفسها مع كل خطوة تخطوها أصبحت مرة أخرى جدول الأعمال حسناً سيلا تورك أوغلو لأي سبب أصبح جدول الأعمال هذه المرة؟ في الآوينة الآخرة كانت هناك زيادة كبيرة في عدد المتعبئين على حساب سيلا تورك أوغلو على إنستغرام بسبب السمع التي حققتها قبل أن تكون في فريق الممثلين في سلسلة إيماني لسيلا تورك أوغلو زاد الآن عدد المتابعين الذي كان يزيد قليلاً عن مائة ألف إلى أكثر من تمانية مائة ألف حسناً أي حدث جعل سيلا تورك أوغلو على جدول أعمال المجلة مرة أخرى؟ هذه المرة لفتت سيلا تورك أوغلو الانتباه إلى نفسها بفستان الزفاف الذي ارتدته في المسلسل والملابس التي شاركتها عبر حسابها على الإنستغرام إذا لاحظت بعد مغادرة سيلا تورك أوغلو لخليل إبراهيم جيهان بدأت في الظهور في ملابس أكثر انفتاحاً وحزماً يبدو أن خليل إبراهيم جيهان كان ضد ارتداء سيلا تورك أوغلو لملابس كاشفه بعد انفصال سيلا تورك أوغلو عن خليل إبراهيم جيهان ثم أيضاً إزالة القيود المفروضة على اختيار الملابس حسناً هل تعتقد أن الكشف عن الملابس تناسب سيلا تورك أوغلو؟ كان الموضوع الأكثر مناقشة على وسائل التواصل الإجتماعي هو فستان الزفاف الذي ارتدته سيلا تورك أوغلو في سلسلة إيمانيت يناسب فستان الزفاف الأنق للغاية سيلا تورك أوغلو جيداً كما تعلمون ارتدت في السابق فستان الزفاف جميل في المسلسل التلفزيوني إيمانيت من حيث الأسلوب والطراز فستان الزفاف مختلفين تماماً عن بعضهما البعض على الرغم من أن فستان الزفاف التي ارتدتها سيلا تورك أوغلو تناسبها جيداً إلى أن هناك اختلافات في الرأي بين الجمهور بينما أحب بعض المشاهدين فستان الزفاف سيلا تورك أوغلو الأخير حسناً أي عرص من عرص سيلا تورك أوغلو تحبون أكثر؟ يمكنكم كتابة أفكارك الخاصة في قسم التعليقات في الفيديو